السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الفيديو والذي نشرح فيه أحكام الميم الساكنة ضمن الآيات من صورة الأنفال من الآية الواحدة والأربعون حتى الآية الرابعة والأربعون فبقوا معنا عدنا إليكم مشاهدين الكرام من جديد قبل أن نشرح في أحكام الميم الساكنة نقرأ الآيات ونقذ المفهوم العام بشكل عام واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعاء والله على كل شيء قدير لاحظ هنا بدأت الآيات اعلموا أن ما غنمتم الغنيمة التي تأتي في المعركة أي بعد المعركة لاحظ هنا أخذتم من الكفار قهضا الفيء الذي يأخذ بدون قتال لكن هنا نتكلم عن الغنيمة وبالتالي إنما غنمتم من شيء أي شيء أخذناه سواء شيء حلال أخذناها من السبايا أخذناها من الأموال بغض النظر فإن لله خمسه وللرسول أول حاجة لله ولرسول ولآل بيته الخمس ولد القربى لما الآل البيت واليتامى اليتامى هو الذي فقد الأب وكان دون سن البلوغ المساكين هو الذي لا يقوى على العيش أو يملك ولكنه لا يكفيه وكانت لمساكين يعملون في البحر هنا كانت لمساكين يعملون في البحر أي كان لهم مصدر عيش ولكنه لا يكفيهم ابن السبيل هذا الذي انقطع عن أهله يعني ممكن يكون صاحب مال ويكون تاجر لكن ما قادر يوصل لأهله ولا قادر يوصل لماله فانقطعت به السبل فسمي ابن السبيل أما هو انقطع عن أهله إن كنتم آمنتم بالله يذكرهم بالإيمان بالله عز وجل وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان اللي هو يوم بدر الذي فرق الله عز وجل فيه بين الحق والباطل يوم التقى الجمعان المسلمون والكفار المسلمون التقوا في مكان بدر وكفار قريش والله على كل شيء قدير أي أن الله عز وجل قدرته واسعة قدرته غير محدودة إذ أنتم بالعدوة الدنيا لاحظ حافة الوادي وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا هنا الله عز وجل شاء المعركة بدون أن يخرج المسلمون استعدادا للمعركة إنما خرجوا للنيل من القافلة فلم يكن هناك موعد ليقضي الله أمرا كان مفعولا الله عز وجل يريد التمكين لهؤلاء المسلمين لم يريد الله عز وجل أن يكون لهم قطع طرق يأخذون القوافل ويأخذون الأموال لم يكتب للإسلام هذا الشيء إنما الله عز وجل أراد للمسلمين العزة والكرامة والتمكين وأخذوها بالجهاد وبالقوة ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينا ويحيى من حي عن بينا إن الله لسمع علي هنا الله عز وجل يريد أن يحق الحق يريد أن يظهر الحق ويبطل الباطل إذ يريكهم الله في منامك قليلا الله عز وجل يقللهم في أعينهم ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم الله عز وجل أيده بجنود وثبت قلوب المؤمنين لكي يكتب لهم النصر إنه عليم بذات الصدور ما في صدور المؤمنين وإذ يريكهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور نشرع الآن في أحكام الميم الساكنة نحب هنا الميم الساكنة ثلاثة أحكام هي الإخفاء الشفوي والإضغام الشفوي والإظهار الشفوي ابنا نفهم أحكام الميم الساكنة الآن أنا بأنظر للكلمات وين أنا بأجد ميم ساكنة سما في وسط الكلمة أو في نهاية الكلمة بدي أقول هادي الميم الساكنة إيش الحرف اللي أجا وراها؟ هل هذا الحرف اللي أجا وراها؟ هو حرف الباء فبسميه إخفاء شفوي هل هذا الحرف اللي أجا ورا الميم الساكنة؟ أجا وراها كمان ميم بسميه إضغام شفوي هل هذا الحرف اللي أجا وراها؟ يعني غير حرف الباء والميم بسميه إظهار شفوي واضح؟ إذن أحكام الميم الساكنة إنه أنا بدور وين في ميم؟ بدي أجي أعمل الحرف اللي وراها تحت الفحص إذا حرف ميم بسميه إضغام شفوي إذا حرف غير حروف الميم حرف الباء مثلا بسميه إخفاء شفوي إذا حرف غير حرف الباء وغير حرف الميم بقول عنه إيش؟ مثلا هايو ميم ورا حرف الخاء بقول عنه إظهار شفوي نبدأ مع الإخفاء الشفوي هو النطق بالميم ساكنة مع انفراج قليل بين الشفتين مع الغلنة إذا جاء بعدها حرف الباء من الأمثل عليه قوله تعالى ومن يعتصم بالله يعطصم يعتصم بالله يعني فيه انفراج بسيط نسميه هنا إخفاء شفوي يعتصم يعتصم بالله الباء نطقت فيها لكن هنا الإخفاء وين أجعله بالميم يعطصم يعتصم بالله وما هم 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 بمؤمنين ولستم ولستم بآخذيه أما الإضغام الشفوي هو أن يقع بعد الميم الساكنة ميم متحركة فينطق بالحرفين ميما مشددة بغنة وهو إضغام كامل بغنة ويندرج تحت إضغام المتماثلين من الأمثلة عليه قوله تعالى ولكم ما كسبتم ولكم 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 إضغام لحظ هنا إضغام فيه غنة عند مقدار حركتان فينطق ميما مشددة بغنة لهم وهنا نقول لكم ما كسبتم لاحظ فيه هنا إيش غنة لازم تطلع فبقول ولكم ولكم ما كسبتم ألم نخلقكم مما إم مهين هنا فيه أكتر من حكم لاحظ الميم وراء حرف النون نسمي إظهار شفاوي لكن الشاهد هنا نحن بدنا إضغام شفاوي الميم الساكنة وراها ميم فبنقول عنه إضغام شفاوي وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُحِيط وَرَائِهِم مُحِيط لاحظ الميم ومشددة أطعامهم أطعامهم من جوع وآمنهم آمنهم من خوف إش اللي صار عندي صار عندي أنه أنا عندي ميم ساكنة وجهور حرف الميم سميتها إضغام شفاوي هنا أجت ميم ساكنة في نهاية الكلمة لكن أجا وراها حرف الباء سميته إخفاء شفاوي أما الإظهار الشفوي هو النطق بالميم الساكنة مظهرة يعني لا في إضغام ولا في إخفاء كما هي من غير إخفاء ولا إضغام إذا وقع بعدها جميع الحروف ما عدى الباء والميم ومن الأمثلة عليه هم يوقنون هم يوقنون هم يوقنون كنتم خيرا كنتم خيرا ربهم أعلموا بهم ربهم أعلموا بهم طب ليش هنا يا أستاذ ما فيش إخفاء شفاوي هيا جميم يا أستاذ وراها باء لا هانا الميم يا أستاذ عليها ضمة احنا بندور على إيش أحكام ميم ساكنة طب هانا شو الحكم يا أستاذ لا هانا جت عندي الميم الساكنة وأجا وراها حرف الهمزة تمترون تمترون أجت الميم ساكنة وراها حرف التا تسمي إظهار شفاوي ننتقل إلى أتعلم سميت أحكام الميم الساكنة بالشفاوية لأن الشفتين هما مخرجوا الميم الساكنة لاحظوا وين تخرج الميم ام 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 تخرج من الشفتين فسميت أحكام الميم الساكنة بالشفاوية الميم الساكنة عندي إخفاء شفاوي اضغام شفاوي اظهار شفاوي الإخفاء الشفاوي إذا جاء بعدها حرف الباء إذا بيجوا ورا حرف الباء وهم بالآخرة وهم وهم بالآخرة اما اذا اجى بعدها حرف الميم نسمي اضغام شفوي لهم مغفرة لهم لهم لحظ ميم مضغمة شدة عليها غنى مقدار حركتين اظهار الشفوي مثلهم كمثل مثلهم كمثل يعني لا جبت اضغام ولا جبت اخفاء الختام نشكركم على كرم المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته